نجمل المقاطع اللي ممكن تمر علينا في كلام اليوم نشوف المكتب ونرجع من جديد اي نظر خلي الكيم انا مصير القديم وشي لما انا انحجر في زاوية وماعرف ارد ابدأ اذا نقش احثاني اي 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 عشان نفكر في اصريفة ثاني اه رسالة الى فيصل بن هدلان كان هذا المقطع في انسحاب ولما اخوياك ادخلوا جيت تنطط قدام الكاميرا ما احد اعطاك بال ولا رأي وانسحبت فانا اقول لك من اليوم ما دمت انا مقدما لفقرة كلام اليوم لن تتواجد في الكوفيشن روم حتى تقدم اعتذارك للفقرة وللزملاء هذا هو الامر الاول الامر الثاني الكوفيشن روم يكفى الحق المتسابق فلما تجي ما تحدد ولا توجه ولا يعني في كثير من الاحيان تحاول انك تظهر المعاملة بازرائية او بفوقية اذا كان اخوياك يقبلونها فاليوم في الفقرة والزملاء اللي معنا ما يقبلون هذا الامر تمام وكل واحد هنا مكفول حقه كل المتسابقين تواجدوا معنا في الكوفيشن روم وكل واحد نكفى لا احترامه الى ان يعني يحصل ما يحصل ولكن الحمد لله طول الفترة اللي راحت ما قللنا في احترام احد ولا في احد قلل من احترامنا اليوم لما يكون الكلام موجه لك يا الكلام يكون لي او الحلقة تكون لي ولا بازعلوا اقوم فانا اقول لك من اليوم فرصة سعيدة الى اليوم التسعين فقرة كلام اليوم مشيناها بدونك وبدون المتسابقين اسبوع كامل وقادر اني امشيها الى نهاية البرنامج بدون ولا متسابق اذا انت بتجي في الفقرة وبتكفل احترامك لنفسك والمتواجدين فيها الله يحييك اذا انت بتتعامل بهذا الشكل وتعتقد ان احنا بنجي وبنطبطب عليك وبناخذ في خاطرك هذا الامر غير مقبول ابدا علي الانسحاب اكيد يعبر لك في كثير من الحيال دلالة على ضعف الحجة كما جرت العادة من فيصل بن هدلان ومع الفكرة راح يكفل حقك كمتسابق محاورك راح تجي حصل تنقاط راح تاخذها هيت اداء حلو راح نذكرها ليش لان انت في النهاية متسابق احنا ما نكيل بمكيالين ولكن تواجدك في الكفش الروم هو يكفل لك حقك بما انك انت تنازلت عن هذا الشيء في مرتين ففرصة سعيدة حتى تعتدر لكرسي الكفش الروم اللي كان حاضر اكثر منك اصلا في المرات اللي راحت والله انا اشكرك على هذه المبادرة انا اعتقد ان المبادرة جميل منك دل ليش لانا اسوء متسابق في طرح الحجج في الكفش الروم فيصل هدلان فعشان ما نطيح في الحرج هذا عشان ما يجي بس احنا ما نطيح وقبل يمين كان يقول فيه الناس يهشمون الدمع ماذا يكون في البرايم سألناه قال برامج سابقة قديمة قبل مدري كم سنة فهو حدد الكل بس ما دخل في ذمة اخويا دخل في ذمة الف رجال كبير فعشان كذا عشان ما نحرجه ولا كويس عشان ما هو ما يقدر يحاج هو بس فقط عنده شلو بيوشو اذا حس الموضوع مبله طلع من الموضوع هرب منه خرج من الكادر اللي هو فيه فعشان ما نطيح فيه برضو كذلك حجج اخرى لا يعرف الرد عليها منعكم في شروم الى نهاية البرنامج ماذا بدأ محمد؟ خاطة انك تطلع بنص المحور ما يشير تطلع تخلي حقك وراك ناقش حبة حبة واحد اثنين ثلاثة اربع ارتفع ضغطك مننا نضغطك شوي اهدى شوي انت اول شي اذا عرفت السؤال اذا عرفت السؤال هو كان يقدر يقول انا اسف خلاص سكر علينا ام المحور بس انا اسف والله غلطان بس كابروا كابر طالع مولان ما طالع كان يقدر يقول انا اسف المفروض اي واحد حش انه طاح فيه خطاف في الكوفي شروب وحطنا المقطع وصلط عليها الضوء يا رابع انا اسف انا غلطان انا اخلي يا ناصر قماش ناصر قماش قبل اسبوعين تذكرونها ناصر قماش قبل اسبوعين لما تكلم على ابو لبن وجبناه يا ناصر قماش اندفنت ابو لبن وانتكسد واختبت ابو لبن ليس هوت كذا قال انا اسف مشاعد الجاهب مشاعد الجاهب قوي شوي دخل واحد اثنين انا اسف انا اعتذر السلام عليكم سكر علينا المحور خلص دحام امس مشكلة امس 47 دقيقة كانوا في نفس المشكلة صحيح دحام اه اعطتكم الثلاثين ثانية انا اعتذر شكرا في النهاية برنامج له قصة لا تتوقع انك انت راح تعامل باستثناء المرة الاولى اخوياك لما قلت انا من قررت المقاطعة ولما وقفوا عند الكاميرا انت اول من انسليت وانسحبت منها في لقائك في الكفش الروم انسحبت اخوياك امس فهد معيان يقول اللي مع مالك ابو لبن يتواجد تواجدوا كلهم جيت خذيت اللقطة اللي انت تبغاها بعدين مشيت فلا تتوقع ان كل شيء بيجي على هواك هذا امر لا يمكن اني انا اتجاوزه لا احد يغلط على متسابق لانهم اخوان لهم تقدرهم لما محترامهم ولا احد يتجاوز على الفقرة اذا انت تعتقد بانك اكبر او افضل او اسمع من تواجدك في فقرة كلام اليوم او الكفش الروم او الرد والاجابة على الزملاء ففرصة سعيدة لك يطيك العافية عليك الله يطيك العافية يا حبيبي بيض الله وجهك شاكر لك والحمد لله سلامتك وعودا حميدا يا قلبي يطيك العافية شكرا لكم محمد الله يطيك الصحة والعافية عشاك دائم موجود ان شاء الله